بسم الله الرحمن الرحيم أعلنوا مرحبا أبنائي وبناتي طلبة الصف الأول في برنامج مدرسة على الهوى لمادة العلوم حلقة اللي فاتت بدأنا المراجعة مع بعض بدأنا نراجع خدنا الحلقة اللي فاتت المسائل الخاصة اللي كانت موجودة في المنهج خدنا أمثلة لها كتير وحلينا مراجعة سريعة على المنهج المنهج بتاعنا بيتضمن أولا دراست الخواص الفيزيائية للمادة هذه الخواص لما بنيجي ندرسها عرفنا أننا عندي خواص كيميائية وخواص الفيزيائية أقدر أفرق بينها وبين المواد المختلفة من حيث اللون والطعم والرائحة عندي مركبات أقدر أميزها عن طريق لونها أو عن طريق طعمها أو عن طريق راحتها أو عن طريق درجة الانصحار أو درجة التجمد أو درجة الغليان في طرق كتير بقدر أفصر بينها وبين المواد الأخرى وبالتالي بنعمل فرق لأن كل المواد اللي عندنا بتختلف الخواص بتاعتها من مادة إلى مادة أخرى قد تكون الخاصية دي خاصية فيزيائية وقد تكون خاصية كيميائية بعد ما درسنا خواص المادة بدنا نشوف التركيب الزر للمادة وده شيء مهم جدا ودرس من الدروس اللي بيمتد معاك طول فترات الدراسة الزرة عبارة عن إيه بتتركب من إيه ثم الرموز بتاعت الزرات كل عنصر من العناصر قلنا لديه رمز هذا الرمز لازم أحفظه زي ما هو كده بحيث بتعامل مع الرمز بالمعادلات بعد كده تكلمنا عن موضوع الطاقة ثم بعد ذلك تكلمنا عن موضوع التكيف الموجود عندنا في البيئة لما جينا بصينا على المنهج بصفة عامة لأن المنهج بتاعنا فيه مجال أسئلة كتير المسائل ده نوع من الأسئلة علل مقارنة ما المقصود ماذا نعني قل التحورات اللي موجودة في الكائنات الحية فيه أنواع أسئلة كتير مختلفة ومتعددة هذه الأنواع من الأسئلة بنبدأ نتضرب عليها زي ما أنا قلت للحلقة اللي فاتت بدأنا في أول نوع في التدريب اللي عندنا لما خدنا المسائل حلنا للحلقة اللي فاتت مسائل عن الكسافة بأنواحها مسائل عن طاقة سواء طاقة الحركة سواء طاقة الوضع سواء الطاقة الميكانيكية اللي هي مجموعة طاقة الوضع والحركة خدنا مسألة تقريبا خدنا من كل نوع كمثال وعرفنا أن أنا عندي أي مسألة عشان نحلها لازم أولا يكتب القانون ثانيا نبدأ نعوض فيه ثالثا بنختصر ونطلع الناتج ثم وحدة القياس وحدة القياس مهمة جدا وما انسهاش طبعا في أي نوع من أنواع المسائل اللي موجودة عندنا المنهج ما يعمل ليها الأسئلة كتير تعالوا نهاردة نراجع ونبدأ بأول نوع من الأسئلة اللي معانا وهو أسئلة علل سؤال علل من الأسئلة المهمة جدا نبدأ بمراجعة أسئلة علل وده من الحاجات الأساسية اللي عندنا علل تطفو قطعة من الخشب على سطح الماء في حين تغوص قطعة من الرصاص قطعة الخشب بتطفو والرصاص بيغوص أي مادة نقولك بتطفو ليه يبقى أكيد كسافتها أقل من كسافة الماء أي مادة بتغوص في الماء ليه يبقى أكيد كسافتها أكبر من كسافة الماء يبقى هنا كسافت الماء اللي يقل عنها تطفو واللي يزيد عنها تغوص يبقى الإجابة لأن الخشب أقل كسافة من الماء بينما الرصاص أكثر كسافة من الماء طب علل يستخدم الحديد في المباني ليه عنصر الحديد وعنصر شديد الصلابة يبقى إذن أنا بستخدمه في المباني لأنه عنصر شديد الصلابة طيب علل يستخدم رجال الكهرباء مفك من الحديد الصلب يده من البلاستيك المفك بتاع الكهرباء المفك نفسه من الحديد لكن نلقيه بلاستيك ليه الحديد جيد التوصيل للكهرباء طب البلاستيك رديء التوصيل للكهرباء ما ده من ضمن الخواص بتاعت المواد يبقى الحديد جيد توصيل للكهرباء بينما البلاستيك رديء التوصيل للكهرباء طب علل اختفاء قليل من ملح الطعام عند وضعه في كوب به ماء فترة من الزمن شوية ملح أحطهم في كوبة فعمية وأسيبهم فترة من الزمن بيختفي ليه المفروض انه جزائق الملح بيحصل لها عملية تفتت هزا التفتت او التفكك دا بيخش في المسافة اللي ما بين جزائق المي طب ليه المي مادة ايه مادة سائلة وعشان هي مادة سائلة هناك مسافة بين جزائق وبعضها الملح بيختفي بين هذه المسافات ي login لان جزائق الملح تتفكك وتدخل في المسافات الجزائية بين جزائق الماء السؤال اللي بعده علل يصعب تفتيت قطعة من الحديد بأصابع اليد قطعة حديد صعبة أو أفتتها بصوابع إيدي ليه؟ الحديد مادة صلبة شديدة صلابة قوة التماسك اللي ما بين الجزيئات وبعضها كبيرة جدا فأنا ما أقدرش أفتتها بإيدي يبقى إذا الإجابة هنا بنقول لأن قوة التماسك ما بين جزيئات الحديد أكبر ما يمكن والمسافة بين الجزيئات أقل ما يمكن عشان كده الحديد مادة صلبة الجزيئات متراسة جنب بعضها يبقى إذا عشان قوة التماسك هنا كبيرة قوي ما أقدرش يفتت قطعة الحديد السؤال اللي بعده أعلل يسهل تجزئة كمية من الماء إلى أجزاء صغيرة تمام كده؟ يسهل تجزئة كمية من الماء إلى أجزاء صغيرة ليه بيسهل التجزئة دي لأن المسافة اللي ما بين الجزيئات متوسطة وقوة التماسك تكون كبيرة يبقى إذن أنا هنا براجع براجع هنا سؤال علل بنبدأ نعرف إيه السؤال اللي موجود عندنا لازم نراجع مع بعض لازم نذاكر مع بعض طيب معنا أحمد بن الجزيئة بنقول له يا أحمد عايزين أسألك سؤال بسيط جدا لما بدأ أي قطعة من عنصر هذا الأنصر بيتفو في سطح الماء إيه السبب أنه هو بيتفو في سطح الماء؟ لأنك فقطع وقام من تسافة الماء فعشان كده بيطفو فوق سطح المية طب العكس منه بقى الحديد بيغوص في المية لا ياريت وقت التلفزيون للاخر عشان نسمع بعض كويس يبقى اذا العنصر اللي كسافته اقال من المية بيطفو واللي هو بيبقى اكبر من كسافة المية بيغوص طيب ده عشان موضوع الكسافة طب لما نيجي نبص لازازة عطر يا احمد زجاجة العطر لو انا سيبتها مفتوحة الفترة ماذا يحدث؟ لا علي صوتك يا احمد عشان اسمعك برافو برافو يا احمد اجابة سليمة بس ارجو برضو انك توارت التلفزيون عشان اسمعك بوضوع يبقى اذا زجاجة العطر هنا لما تركناها مفتوحة اللي حصل ان العطر مادة سائلة لما سيبناها مفتوحة فبدأت تتجزأ صح؟ وتنتشر طبعا في ارجاء الغرفة برافو يا احمد متشكلين جدا شاطر احمد وجاوب معنا بالتفصيل نرجع لموضوع الاسلة بتاعتنا وهو سؤال علل نشوف السؤال اللي بعد كده اللي هو السؤال اللي كنت نسأله الى احمد دلوقتي علل انتشار رائحة العطر في ارجاء الغرفة عند ترك الزجاجة مفتوحة ليه؟ قوة التماسك اللي ما بين جزيئات العطر بتكاد تكون تقريبا منعدمة والمسافة بين الجزيئات كبيرة جدا فبتبدأ الجزيئات تفك من بعضها وتنتشر في الارجاء طيب علل الزرة متعدلة الشحنة اي زرة عنصر احنا متفقين ان الزرة هي في الحالة العادية تكون الزرة متعدلة ليه متعدلة؟ عدد الشحنات المجابة اللي بتسمى بروتونات متساوية تماما مع عدد الشحنات السالبة اللي بتسمى الكترونات اي زرة بيبقى فيها بروتونات والكترونات البروتونات جوا النواة والالكترونات برة موجودة في مستويات الطاقة لما بنيجي نعمل تساوي ما بين الاتنين لما اذا كان العدد الاتنين متساوي فان الزرة متعدلة الشحنة اذا زاد عدد البروتونات ما تبقاش تسمع زرة تتحول الى ايون موجب اذا زاد عدد الالكترونات ما تبقاش تسمع زرة تتحول لايون سالم يبقى لفظ الزرة يطلق على الحالة اللي عندي اذا تساوي عدد البروتونات مع عدد الالكترونات يبقى السؤال بتاعنا تاني علل الزرة متعلقة الشحنة ليه لان عدد البروتونات الموجبة يساوي عدد الالكترونات السالبة طبعا الالكترونات خارج النواة والبروتونات موجودة داخل النواة السؤال اللي بعده علل العدد الكتلي اكبر من العدد الزري دايما العدد الكتلي اكبر من العدد الزري ليه؟ العدد الكتلي مجموعة حاجتين مجموعة عدد البروتونات والنيترونات الاتنين اللي موجودين جوه النواة يبقى اذا العدد الكتلي دايما هو مجموح حاجتين عدد البروتونات المجابة وعدد النيترونات المتعدلة طب الاثنين موجودين فين جوه النواة بينما العدد الزري هو عدد البروتونات المجابة بس او عدد الالكترونات السالبة فقط يبقى اذا العدد الزري حاجة من الاثنين يام عدد البروتونات المجابة يام عدد الالكترونات السالبة يده يده بينما العدد الكتلي هو مجموع عدد البروتونات والنيترونات داخل النواة يبس سؤال تاني دي العدد الكتلي أكبر من العدد الزري الإجابة لأن العدد الكتلي هو مجموع عدد البروتونات والنيترونات داخل النواة أما العدد الزري فهو عدد البروتونات الموجبة الموجودة داخل النواة أو عدد الإلكترونات السالبة فقط الموجودة خارج النواة السؤال اللي بعده علل لا تنطبق القاعدة 2 نون تربيع على المستويات الاعلى من المستوى الرابع القاعدة اللي عندنا اللي مملع بها مستويات الطاقة 2 نون تربيع دي ما بتنطبقش على المستويات الاعلى من المستوى الرابع ليه؟ لو انا طبعت 2 نون تربيع نبص مع بعض كده القاعدة اللي عندي هي بتقولي ان القاعدة 2 نون تربيع نون ده رقم المستوى طيب انا عندي المستوى الاول K الرقم بتاعه واحد المستوى الثاني L الرقم بتاعه اتنين المستوى الثالث ام رقمه ثلاثة المستوى ان وده رقمه اربعة ادي الاربع مستوىات الاولين انا المفروض دلوقتي بشير نون اللي هي دي وحط رقم المستوى او ما عرف عدد الالكتروني يبقى لو طبقت الكلام ده عند المستوى ك هشير نون وحط واحد يبقى واحد تربيع بواحد في اتنين باتنين اذا المستوى ك يتشبع باتنين الكترون طب المستوى ال اللي هو التاني هشير نون وحط 2 يبقى 2 تربيع ب4 2 في 4 ب8 يبقى اذا المستوى L يتشبع ب8 الكترونات طب نجي للمستوى التالت حشيل نول وحط 3 3 تربيع يعني كم 9 3 في 3 طب التسعة في 2 ب18 يبقى المستوى التالت يتشبع ب18 الكترون نجي بقى للمستوى الرابع حشيل نول وحط 4 4 تربيع يعني 16 في 2 ب32 يبقى المستوى الرابع هنا بتشبع ب32 طب ليه ما طبقتش بقى المستوى الخامس والسادس والسابع لان انا عندي شرط بيقول لي انه لو زاد عدد الالكترونات في المستوى عن 32 تصبح الزرة غير مستقرة يبقى انا لو طبقت ده على المستوى الخامس يبقى هشيل نول وحط 5 طب 5 تربيع ب25 في 2 ب50 يبقى المفروض يشيل 50 الكترون طب ازاي اقصى سعة للمستوى هو 32 زاد عن ال32 تصبح الزرة غير مستقرة ما تبقاش زرة مستقرة خالص تمام كده يبقى السؤال ليه القاعدة دي ما بتنطبقش على المستويات اللي اعلى من المستوى الرابع ليه يبقى الاجابة لانه لو زاد عدد الالكترونات عن 32 وتلاتين الالكترون في المستوى تصبح الزرة غير مستقرة طيب السؤال اللي بعده علل يملأ المستوى ك بالالكترونات قبل المستوى L يعني اما باجي عمل اعمل توزيع الالكتروني بل المستوى K ثم المستوى L ثم M ثم N وهكذا يعني ليه بنملك احنا عندنا قاعدة وعندنا شرط بيقول ايه لما بنجي نملة الالكترونات بتملأ المستويات الاقل في الطاقة ثم الاعلى يبقى الاقل في الطاقة ثم الاعلى فالاعلى فالاعلى وهكذا بالترتيب يعني تمام كده اقل واحد في الطاقة هو المستوى K ده اللي هو رقموح ثم يليه اللي أعلى شوية المستوى L ثم المستوى M ثم المستوى N وهكذا يبقى أنا بمشي بالترتيب يبقى لما بملأ المستوى K قبل المستوى L ليه لأن الطاقة اللي محتاجها الإلكترون في المستوى K أو طاقة المستوى K أقل من طاقة المستوى L فعشان كده بمشي بالترتيب يبقى السؤال مرة تانية يملأ المستوى K بالإلكترونات قبل المستوى L لأن المستوى K أقل في الطاقة من المستوى L وتملأ المستويات الأقل في الطاقة أولا قبل المستويات الأعلى في الطاقة السؤال بعده لا تدخل نواة زرة النيون في التفاعل الكيميائي في الظروف العادية زرة النيون ما بتخلشش في أي تفاعل كيميائي في الظروف العادية ليه نسترجع كده مع بعض النيون عدد الزر كام عدد الزر عشرة طب تعالوا نوزع العشرة كده المستوى كي هياخد كم إلكترون طب والتاني هياخد تمانية يعني مكتمل يبقى المستوى التاني متشبع بالألكترونات وحينما يتشبع آخر مستوى فأي زرة بالألكترونات يكون العنصر ده عنصر خامل غاز خامل ما يخشش في التفاعل ما يشتركش في التفاعل في الظروف العادية خلي بالن يشترك في التفاعل يعني يعني الزرة ممكن تفقد إلكترونات أو تكتسب إلكترونات هدف الزرة سواء في الفقد أو في الاكتساب بيبقى هو أنها توصل لآخر مستوى يبقى فيه 8 يعني يبقى متشبه طب هو أصلا بطبيعة الحال فيه 8 يبقى إذا ما يشركش في الظروف العادية يبقى السؤال لا تدخل نواة زرعة النيون في التفاعل الكيميائي في الظروف العادية ليه؟ لأن المستوى الأخير متشبه بثمانة إلكترونات لذلك فهو غاز خامل السؤال اللي بعده علل اختلاف المواد عن بعضها في الخواص الكيميائي المواد بتختلف عن بعضها في الخواص الكيميائي ليه؟ لاختلاف المواد في نوع وعدد الزرات من مادة أخرى المواد أنواحها متزيب عضها عدد زراتها متزيب عضها طيب السؤال اللي بعده علل يتشابه الوقود داخل السيارة مع الغذاء داخل جسم الكئن الحي الوقود بالنسبة للسيارة زي الأكل بالنسبة للكئن الحي ليه؟ لتنين زيب عضي ليه؟ أقول له الوقود بيحترق داخل السيارة ولما بيحترق بيتحول لطاقة حرارية والطاقة الحرارية بتتحول لطاقة ميكانيكية اللي هي طاقة وضع وطاقة حركة يعني ده بالنسبة للوقود طيب بالنسبة للغذاء بقى اللي احنا بنكله بيتحول داخل جسمنا إلى طاقة ما تيجي تعمية الهضم طيب بعد ما بيتحول إلى طاقة بيبدأ جسم يكتسب هذه الطاقة ويبدأ يكون عنده قدرة على القيام بالوظائف الحيوية والعنشطة اليومية بتاعته يبقى إذن الأكل بالنسبة لنا زي الوقود بالنسبة للسيارة تماما يبقى هنا بقى جاوب ليه الوقود في السيارة تشبه مع الغذاء بتاع الكائن الحي بقول الوقود إنما يحترق يتحول لطاقة حرارية ثم إلى طاقة ميكانيكية انت فاهم بقى طاقة ميكانيكية يعني طاقة حركة تبدأ العربية تمشي وتتحرك وهكذا طب الغذاء الجوة داخل الجسم يحترق وبعد الاحتراق اللي هو عمية الهضم يعني ينتج منها طاقة تكتسبها الخلايا فيكون الجسم عنده قدرة على القيام بالعنشطة العادية اللي بيقوم بها الجسم يبقى نرجع للسؤال الثاني يتشبه الوقود داخل السيارة مع الغذاء داخل الجسم الكائن الحي لأن الوقود يحترق داخل السيارة ويتحول إلى طاقة حرارية تتحول إلى طاقة ميكانيكية والغذاء يحترق داخل الجسم ويتحول لطاقة يستغلاء الجسم في القيام بوظائفه الحيوي السؤال اللي بعده علل يتميز القنفز بأسنان أمامية ممتدة للخارج يعني القنفز عنده أسنان الأسنان دي تكاد تكون مدببة مدببة يعني طلع البرة شوية ليه القنفز بالزيد عشان يقدر يلتقط الحشرات القنفز بتغزع الحشرات فيقدر يعملها عملية التقاط يبقى إذن هنا الأسباب الأسنان بتبقى مدببة لالتقاط الحشرات السؤال الثاني يتميز القنفز بأسنان أمامية ممتدة للخارج وذلك حتى يستطيع التقاط الحشرات طيب علم لا يمكن إنتاج أفراد خصبة من تزاوج حمار مع حمار وحشي حمار بري يعني لما هيك تزاوج مع حمار وحشي بيقول هنا ما بينتكش أفراد خصبة الحمار البري ده نوع طيب والحمار البحشي ده نوع تاني والعالم لين يونس لما عمل تفصيل وتصنيف للكائنات قال إذا حدث تزاوج ما بين نوعين مختلفين إذا حدث هذا التزاوج يكون الناتج فرض عقيم فرض مش خصب ما عندهش قدرة على التقاصر ما بيخلفش يبقى فرض عقيم يبقى لما أجا جاوب هنا السؤال مرة تانية لا يمكن إنتاج أفراد خصبة من تزاوج حمار مع حمار وحشي لأنهم من نوعين مختلفين وإذا حدث تزاوج بينهما يكون الناتج أنثى عقيم علل تلجأ بعض النباتات إلى فتراس الحشرات في عندي نباتات نباتات مفترسة بنتقول عليها كده مجازة نباتات مفترسة النباتات دي محتاجة مادة البروتينات هي ما عندهش مادة البروتينات ثم تعمل إيه؟ تفترس الحشرات عشان تاخد منها المواد النيتروجينية لما تاخد منها المواد النيتروجينية تحولها إلى مواد بروتيناية اللي هي محتاجها يبقى النبات ده يبقى الورقة بتاعته ورقة مفترسة مفتوحة مجرد ما بتقف عليها الحشرة بتبدأ تقفل لما بتقفل عليها بتخدمها تمتصها تاخد المواد النيتروجينية اللي فيها وتحولها إلى مواد بروتيناية السؤال مرة تانية علل تلجع بعض النباتات الى افتراس الحشرات وذلك الامتصاص المواد النترجينية اللازمة لصنع البروتينات طيب السؤال اللي بعده بعض الطيور لها منقير طويلة ورفيعة وارجلها طويلة تنتهي بعصابع دقيقة بعض الطيور المنقر بتاعها طويل ورفية ورجلها طويلة ليه؟ الطيور ديا بتتغزى على ايه؟ بتتغزى على الديدين بتتغزى على الحشرات طيب الديدان دي فين؟ في قلب الطربة يبقى لازم تكون رجل الطائر طويلة ومنقره نفسه طويل لان لو منقره قصير وجيه يغرزه في الطربة عشان يطلع الديدان يبقى وش الطائر الوجه بتاعه او عينيه هتنزل في المية الضحلة او في الطربة فلذلك رأي سبحان الله المنقر بتاعه طويل ورجليه طويلة عشان يقدر يلتقط على الحشرات والديدان من الطربة طيب السؤال اللي بعده علل تصنع اوان الطهي من الالمونيوم وتصنع مقابضها من الخشب دي نفس الفكرة بتاعة مفاك الكهرباء ان الالمونيوم طبعا بيبقى جيد التوصيل للحرارة والخشب رديء التوصيل للحرارة طيب علل يختلف شكل الاطراف الامامية الدولفن عن الخفاش رغم انهم يتركبان من نفس العظام الدولفن والخفاش تقريبا تركيب العظام واحد لكن الشكل بتاع الدولفن بتاع الاطراف يختلف عن شكل اطراف الخفاش طب نشوف هو الدولفن بيعيش فين الدولفن بيعيش في المية يبقى ازا هو محتاج تتحور اطرافه الامامية عشان تلائم السباحة تلائم المعيشة في المية يقدر يعوم في قلب المية طب الخفاش بيعيش فين الخفاش بيطير بيتحرك في الهوى يبقى الاطراف الامامية تتحور وتتغير في شكل اجنحة او ما يشبه بيء الاجنح يبقى هنا السؤال مرة تانية علل يختلف شكل الاطراف الامامية في الدولفن عن الخفاش رغم انهم يتركبان من نفس العظام الاجابة يختلف شكل الطرفين الاماميين في الدولفن ليلائم السباحة في الماء بينما يتحور الطرفين الاماميين في الخفاش لتلائم وظيفة الطيران دي كانت اهم الاسئلة علل تقريبا اللي غطينا بيها المنهة كلها اللي موجودة في اجزاء المنهة ننتقل لنوع تاني من الاسئلة هي اسئلة المصطلح العلمي في سؤال المصطلح العلمي انا بديك التعريف بتاع المفهوم اللي انا عايز اتكلم عنه انا بقولك التعريف وانت تقولي ده معنى ايه المصطلح بتاعه ايه ده بيعبر عن ايه يبقى انا دلوقتي هقول التعريف ده عكس سؤال عرف انا ممكن اقولك عرف الزرة تمام كده يبقى انت هتكتب لي تعريف الزرة وممكن بقى في المصطلح العلمي انا اديك تعريف الزرة وانت تقولي ده بتاع ايه تعالوا نشوف امثلة لزلك في سؤال المصطلح العلمي اول حاجة عندنا المقدرة على بازل شغل ده تعريف ايه الطاقة هي القدرة على بازل شغل طيب مجموعة عداد البروتونات والميترونات داخل النواة للمجمع البروتونات والميترونات اللي موجودين جوا النواة ده تعريف ايه العدد الكتلي طيب تانية حاجة ابسط صورة نقية للمادة لا يمكن تحللها الى ابسط منها يعني اسهل حاجة للمادة ما يمكنك التحللها ابسط من كده طبعا بالطرق العادية ده تعريف العنصر طيب مقدار الطاقة اللي بيكتسبها او يفقدها الالكترون للانتقال من مستوى طاقة الى مستوى طاقة اخر يعني الالكترون عشان يتقل من مستوى لمستوى تاني محتاج ايه محتاج كم من الطاقة سميناها كم من الطاقة او سميناها كونتم نفتكر الاسم اسمها كم او اسمها كونتم الكوانتم ده مقدار الطاقة الالكترون بيبقى محتاجها علشان ينتقل من مستوى طاقة لمستوى طاقة اعلى منه طب افرض الالكترون اكتسب كم من الطاقة ولكن كان كم قليل ما قدرش يمكنه من الانتقال لمستوى الطاقة الاعلى ما يتنقلش الالكترون امتى الالكترون ينتقل من الكيل ال L مثلا او من ال L لل M مثلا اذا اكتسب كم من الطاقة يساوي طاقة المستوى اللي هو رايح له في الحالة دي ينتقل من المستوى الى مستوى اخر السؤال اللي بعده احنا مكاملين في سؤال المصطلح العلمي مجموعة من الكائنات المتشبهة في شكلها الظاهري وتتزوج فيما بينها وتنتج افراد خصبة يعني مجموعة من الكائنات كانت دي شبه بعضها في الشكل الظاهري بتتزوج بينها وتنتج افراد خصبة طبعا ده النوع ده تبقى لتعريف العالم السؤال اللي بعده مناطق وهمية تتحرك خلالها الالكترونات حسب طاقتها اللي هي مستويات الطاقة طيب درجة الحرارة اللي بيبدأ عندها تحول المادة من الصلب الى السائل المادة في حالة صلبة تتحول الى حالة سائلة طبعا دي درجة الانصهار كتلة وحدة الحجوم من المادة ده تعريف الكسفة عدد البروتونات المجابة داخل النواة ده المصالح العلمي المصالح العلمي بتاعه ايه؟ عدد البروتونات المجابة داخل النواة يبقى العدد الزر طب لو قلتلك عدد الالكترونات السائلة التي تدور حول النواة برضو العدد الزري لان احنا متطفقين العدد الزري بيدل على حكتين ياما عدد البروتونات المجابة اللي موجودة داخل النواة ياما عدد الالكترونات السائلة اللي موجودة خارج النواة بتلين اسمهم العدد الزري السؤال اللي بعده جسيمات سائلة الشحنة كتلتها ضئيلة جدا وتدور حول النواة جسيمات شحنتها سائلة صغيرة جدا في الكتلة وبتلف حوالين النواة طبعا دي الالكترونات اصغر وحدة بنائية للمادة تشترك في التفاعلات الكيميائية ميلي بيشترك في التفاعل الكيميائي في اي انصر او في اي مادة من المواد هي الزرة الزرة دي اصغر حاجة في المادة وهي تقوم بالاشتراك في التفاعل الكيميائي خلي بقالكم لما بنجي نعرف الجزيء بنقول برضو اصغر وحدة بنائية من المادة تمام بس بنقول بقى موجود على حالة انفراض ده تحريف الجزيء أفرق بين الجزيء والزرة أن الذي يشترك في التفاعلات الكيميائية هو الزرة ده اللي بيقوم بعملية الاشتراك في التفاعل الكيميائي السؤال اللي بعده الفراغات الموجودة ما بين جزيئات المادة المادة ما بين الجزيء ده والجزيء ده فيه فراغات اسمها ايه الفراغات دي؟ اسمها المسافات الجزائية أو المسافات البينية ناتج اتحاد زرتين أو أكثر لعناصر مختلفة اتحاد بيحصل ما بين زرتين او اكتر بس العناصر بتبقى مختلفة ده جزيء ايه جزيء المركب هو بالمناسبة ايه فرق بين جزيء المركب وجزيء العنصر جزيء العنصر زراته متشابهة بيتكون من زرتين من 3 من 4 ايا كان العدد ايه بس كلهم شبه بعض يبدأ عنصر لكن اذا كانت الزرات دي مختلفة يبدأ مركب على طول برضو زرتين او 3 او 4 ايا كان العدد برضو يبدأ الفرق بين جزيء العنصر ان جميع زراته متشابه بينما جزيء المركب بتبقى زراته مالها مختلفة تمام كده شوف السؤال اللي بعده الطاقة المغزونة بالجسم نتيجة الشغل المبزول عليه الطاقة اللي هي متخزنة بالجسم نتيجة الشغل المبزول عليه الطاقة دي اسمها ايه طالما طاقة مغزونة يبقى دي طاقة وضع تسمى طاقة وضع لانها متخزنة داخل الجسم يبقى الطاقة المغزونة بالجسم نتيجة الشغل المبزول عليه يبقى دي طاقة الوضع طيب الشغل المبزول بقى اثناء حركة الجسم واخبارك من التعريف الشغل المبزول اثناء حركة الجسم يبقى دي طاقة الحركة ده الفرق بين طاقة الوضع وطاقة الحركة احنا دلوقتي بينكمل سؤال المصطلح العلمي بديك التعريف وانت تقولي بتاعيه طيب لما اقولك مجموعة قطي الوضع والحركة للجسم مجموعة اثنين يبقى ده تعريف مين الطاقة الميكانيكية لان الطاقة الميكانيكية هي مجموعة قطي الوضع والحركة للجسم طيب جهاز يحول الطاقة الكيميائية الى طاقة كهربية اسمه ايه الجهاز ده اللي بيقوم بعملية تحويل الطاقة الكيميائية الى طاقة كهربية ده جهاز العمود البسيط جهاز العمود البسيط من الجهاز المهمة جدا فعندنا موجودة في المنهج وعليه سؤالها يجي لنا كمان شوي طيب جهاز يحول الطاقة الشمسية الى طاقة كهربية الجهاز اللي يحول الطاقة الشمسية الى طاقة كهربية طبعا ده الفرن الشمس باب الملخص كان الأسئلة المتوقعة عندنا في أسئلة المصطلح العلم يبقى احمد دلوقتي راجعنا أسئلة علل تقريبا اللي موجودة في المنهج كله ثم راجعنا أسئلة المصطلح العلمي اللي موجودة عندنا بديك التعريف وانت تقولي ده خاص بايه فيه بردو سؤال من ضمن الأسئلة ان انا بديك مجموعة كلمات وبقولك المجموعة الكلمات دي فصوم كلمة شازة كلمة غريبة عن الباقي طلع لك كلمة دي وقل لي باقيتي الكلمات دي ايه اللي بيربط بينهم؟ ايه العلاقة ما بينهم؟ السؤال تاني بيقول ايه؟ استخرج الكلمة الشازة ثم اكتب ما يربط باقي الكلمات. قل لي الكلمة الشازة هي ايه؟ وقل لي بقيت الكلمات ايه اللي بيربطها؟ بيع مع بعضهم. يعني مثلا الجراد البعود العنكبوت الصرصور. ادي الاربع كلمات اللي عندي. فين الكلمة اللي هي مش في مكانها؟ هي العنكبوت. ليه؟ لان الجراد والبعود والصرصور دول حشرات. افتكر معايا حشرات يعني عندهم ثلاثة ازواج من الارجل المفصلية. ولعنكبوت اربع ازواج من الارجل المفصلية. يبقى دي الفرق هنا وبقى. دول كلهم فيهم ثلاث ازواج ولعنكبوت الوحيد اللي فيه اربعة. يبقى العنكبوت يعتبر كلمة شازة يعني كلمة غريبة عن بقية الكلمات اللي موجودة. مثال كمان اسد نمر كلب زئب مضرع. كمام كده؟ ادي خمس حيوانات. فين الكلمة الغريبة اللي فصوهم مش جزة? المضرع. طب ليه؟ لان كل دي حيوانات لها اسنان. الاسد ليه اسنان النمر ليه اسنان الكلب ليه اسنان الزئب ليه اسنان. النمر مضرع عديم الاسنان. تمام؟ المضرع والكاسنان. عديم الاسنان. عشان كده يعتبر هو الكلمة اللي مش في مكانها. اللي هي مش ماشية مع بقية الكلمات ادي معنا السؤالي بس سؤال انا بديك بعض الكلمات وكلمة غريبة في النص تطلع لانت الكلمة الغريبة وتقول لبقية الكلمات دي ايه اللي بيربط بينهم وبين بعضهم مثال كمان الاختبوط القوقع الدفضاء المحار البلطي ها فين الكلمة الغريبة نفكر مع بعض الاختبوط ليه لان كل دي حيوانات عندها دعامة سواء بقى خارجية او داخلية يعني القوقع دعامة خارجية الدفضاء دعامة داخلية المحار خارجية البلطي داخلية طب الاختبوط حيوان رخوة حيوان رخوة يعني ما عندوش اي نوع من انواع الدعامة لا دعامة خارجية ولا دعامة داخلية يبقى عشان كده هطلع كلمة الاختبوط وما يربط بقية الكلمات ايه ان دي حيوانات زياتة دعامة سواء كانت دعامة داخلية او كانت دعامة خارجية طيب تعال نشوف نوع تاني من الاسئلة اللي عندنا بيقول لي ادرس الجدول اللي قدامي ده اللي احنا هنشوفه حالا الجدول ده عبارة عن العناصر اللي موجودة عندنا العناصر اللي موجودة عندنا عشان نتذكر مع بعض كيفية دراسة العناصر الجدول قدامه هو الجدول ده بيديني رمز العنصر وطالب مني بعض المعلومات عنه طيب نبص هنا مع بعض عندي عنصر مثلا وليكن عنصر السوديوم طيب رمز السوديوم ايه رمز السوديوم اني ايه تمام كده العدد الزري للسوديوم 11 العدد الكتلي للسوديوم 23 ادي الرمز اللي عندي طيب انا جيت دلوقتي ببص على السوديوم بعد ما عملت السوديوم بالشكل ده بطلب منيه لو انا سألتك عن العدد الزري بتاع السوديوم هيساوي كامل عدد الزري اللي بيكتب اسفل يسار العنصر يبقى 11 لو سألتك عن العدد الكتلي للسوديوم طيب العدد الكتلي اللي بي نكتب فين اعلى يسار العنصر اللي هو 23 طيب لو سألتك عن عدد البروتونات اللي يا شحناتها ايه برافو موجبة طيب لو سألتك عن عدد الالكترونات طيب اللي يا شحناتها ايه سالبة وانا قلتلك ان عدد البروتونات وعدد الالكترونات هو هو العدد الزري نفس العدد يبقى إذا عندي كم بروتون 11 عندي كم إلكترون 11 طيب لو طلبت منك عدد النيترونات وإحنا بنشرح جزء النيترونات قلت لك دايما أربطها في دناغك كلمة نايترونات أو الأنون يبقى نطرح الرقمين من بعض نايترونات يبقى نطرح العدد الكتلي اللي هو 23 ناقص العدد الزري اللي هو 11 يبقى عندي كم نايترون هنا 12 نايترون ده عدد النيترونات بعد كده هطلب منك بقى التوزيع الإلكتروني بتاعه هنوزع مين اسمه توزيع إلكتروني وقدر بقى لكم اللفظ إلكتروني يبقى أنا بوزع عدد الإلكترونات اللي هو كم هنا 11 يبقى أنا هرسم أدي النواهي فيها 11 بروتون موجب فيها 12 نايترون متعادل زي ما طلعنا لأعداد دي المستوى الأوليني المستوى K طبعا هياخد الاتنين الإلكترون تمام كده أدي 11 البروتون وأدي 12 الميترون اللي موجود عندي أهو نبدأ نوزع كم بقى هنوزع ال 11 طيب المستوى الأول هياخد مني كم إلكترون اللي هو المستوى K هياخد اتنين تمام طب المستوى الثاني هياخد كم إلكترون هياخد تمانية طيب تمانية أو اتنين عشرة وأنا معايا كم إلكترون أصلا أنا أساسا معايا 11 إلكترون يبقى لسه فاضل إلكترون معايا يبقى المستوى الثالث هنا هياخد إلكترون واحد ما تقوليش بقى المستوى الثالث ده بيتشبع بـ 18 أو ما تقوليش المستوى الثالث والأخير ده المفروض يتشبع بتمانية آه هو المفروض بس أنا ما عنديش أنا كل اللي معايا 11 إلكترون عديت على المستوى الأولاني خد كفايته اللي هم الاثنين عديت على المستوى الثاني خد كفايته اللي هم التمانية تبقى معايا إلكترون واحد يبقى المستوى الأخير فيه كم إلكترون واحد بعد ما عملت توزيع إلكتروني بقى هسألك سؤال تاني العنصر ده نوع إيه نوع العنصر وكلمة نوع العنصر مقصد فلز ولا لا فلز اه نتذكر كده المستوى الاخير لما بينتهي بواحد او اتنين او تلاتة يبقى فلز يعني أقل من اربعة تمام خمسة وستة وسبعة يبقى لا فلز تمانية خلاز خامل تبرجع للمسال بقى دا بينتهي بكام بواحد يبقى اذا ان هذا العنصر النوع بتاعه هيبقى ايه فلز ليه لانه بينتهي بالكترون واحد في مستوى الطاقة الاخير طب بما انه بينتهي بواحد هل هذا العنصر ناشط ولا خامل ولا غير ناشط يعني خامل هل هو اكتمل بتمانية لا يبقى اذا ان دا عنصر ايه ناشط يبقى النوع بتاعه ان هو عنصر ناشط يبقى انا طلعت المعلومات دي كلها اللي احنا استنتجناها وطلعناها دي من خلال معرفتنا المين لرمز العنصر على سبيل المسال زي الصدم تعالى ااخد مثال تاني وهو النيون النيون الرمز بتاعه ن ايه تاني نقول تاني عنصر اللي عندنا هو عنصر النيون ان ايه عشرة عشرين انا اصدت اجيب النيون ليه عشان ما تلقبطش بين النيون والصوديوم الصوديوم ان ايه النيون ان ايه دا الفرق ما بين الاتنين هسألك هنا في النيون طيب العدد الزري فين يكتب اسفل يسار العنصر يعني عشرة طب العدد الكتلي اعلى يسار العنصر يعني عشرين طب عدد البروتونات عشرة طب عدد الالكترونات عشرة ليه عشان دول كلهم بيكتبوا تحت طب عدد النيترونات دايما بحب اكتب عدد النيترونات عشان دايما بتنسوه عندو عن نايترونات وقولت نايترونات يبقى هنطرح العشرين ناقص العشرة يبقى انا عندي عشرة نايترون دا اللي موجودين جوا النواة طيب تعالوا نعمل التفزيع الالكتروني ادي النواة فيها كم بروتون موجب اتفقنا عشرة فيها كم نايترون متعادل برضو عشرة اللي احنا مطلعينهم ايه نوزع من السواء الاول هياخد مني كام اتنين المستوى التانية هياخد مني كام تمانية طب تمانية واتنين عشرة انا اصلا معايا كام عشرة خلصه خلاص هحط حاجة في المستوى التالت منين انا معايا عشرة وخلصه طب هنا بقى المستوى الاخير بص كده معايا عن المستوى الاخير اللي فيه تمن الكترونات هل دا متشبع ولا مش متشبع متشبع وانا عندي قادة بتقول ان المستوى الاخير اذا تشبع بالالكترونات يبقى اذا العنصر ده يبقى ايه غاز خامل على طول يبقى النوع بتاعه غاز خامل يعني غير نشط في الظروف العادية ما بيخشش في التفاعل الكيميائي علل للنيون غاز خامل لان المستوى الاخير متشبع بتمن الكتروني هذا الكلام ينطبق على كل العناصر انت بتعمل توزيع تبص على المستوى الاخير لقيته تمانية متشبع يبقى ده غاز خامل ما عدا الهليوم ما عدا الهليوم تعالوا نشوف عنصر الهليوم عشان هو عنصر شاز شوية هنقول ما عدا الهليوم طيب الهليوم رمزه ايه الهليوم رمزه قد الرمز الكيميائي بتاعه اتنين اربعة بينطق العدد الزري اولا ثم العدد الكتلي تمام كده هسألك العدد الزري كام اتنين العدد الكتلي كام اربعة البروتونات اتنين الالكترونات اتنين طب النايترونات هنطرح اربعة ناقص اتنين يبقى لما اجي اعمل توزيع الالكترون هيبقى عندي اتنين بروتون وعندي اتنين نايترون الاتنين جوه النواة طب نوزع بقى اتنين مش انت عادة انك عادة الالكترونات اتنين هتتاخدوا فين في اول مستوى اللي هو المستوى كي في بعد كده توزيع لا مفيش بعد كده توزيع طب ده نوعه ايه غاز خامل غاز خامل يعني غير ناشط وهنا سؤال طب احنا لسه قيلين ان الغاز الخامل مستوى الاخير بيتشبع بتمانية اه ما عادة الهيليوم لان الهيليوم فيه مستوى طاقة واحد بس اللي هو المستوى الاول طب هو المستوى الاول اساسا بتشبع بكم باتنين خذ الاتنين بتون يبقى خلاص اتشبع يبقى بالتالي غاز خامل يبقى اذا لما بعمل توزيع الكتروني ليه العناصر بيبقى بعد ما خلاص التوزيع عيني على اخر مستوى اذا لقيت اخر مستوى متشبع يبقى اذا ده غاز خامل اذا لقيت اخر مستوى ناقص مش متشبع يعني يبدأ عنصر نشط وده الجدول اللي موجود قدامنا بتديك امثلة كتير في التوزيع كلور مثلا 17 وزعناه 287 يبقى ازا ده نشط طيب الماغنيسيوم 282 12 اهو يبقى برضه نشط طب الهيليوم اهو خامل طب الليسيوم لو عزر 3 2 1 يبقى نشط الالمونيوم 283 تمام يبقى في الحالة دي يبقى ازا هنا ده بين تيب 3 يبقى برضه نشط طب لو بصينا بقى للنيون 28 اهو ادي 2 و ادي 8 يبقى برضه ده خامل ثم الكابريت 286 اللي هو 16 نشط يبقى ازا زي ما انا قلت ان ده من ضمن الحاجات اللي انت مهمة جدا عندنا في المناء توزيع الالكتروني الرموز والتوزيع الالكتروني من اهم الاجزاء اللي موجودة عندنا في المناء لازم اعرف اوزع كويس ولما بدأ اوزع انا بمشي مع كله مستوى لان احنا كان فيه سؤال علل احنا ليه بنمشي المستوى بالترتيب حسب الاقل في الطاقة ثم الاعلى ثم الاعلى يبقى لازم K طول ما معايا وفرة في الالكترونيات K ياخد حقه لهم الاتنين الكتروني ثم AL ياخد حقه ياخد الثمن الكترونيات ثم also M وهكذا أنت طلب ما معايا وفرة من الاكترونيات اذا تبقى معايا نقص في الالكترونات يكون في المستوى الاخير ده ليه يبقى موجود عندي نقص عن 8 يبقى هذا العنصر هو عنصر نشط ليه لانه هو هيتطر ياما يفقد ياما يكتسب يبقى ده نوع من انواع النشاط طب اذا اكتمل المستوى الاخير بال8 يبقى في الحالة دي هو غاسيه خامل باستثناء الهليو تعالوا ننتقل لنوع تاني من الاسئلة وهي اسئلة قارن دايما اسئلة قارن بنحدد لك نقطة او نقطتين تقول لنا يعني قارن بين كذا وكذا من حيس كذا بقولك من حيس ايه نبدأ مع بعض اسئلة قارن اول مقارنة عندنا بقولك قارن ما بين المصليات وما بين عدد الارجل تمام المصليات وعدد الارجل الزبابة والنحلة والنملة فيها كام 3 ازواق لان دول تبع الحشرات العنكبوت والعارب اربع ازواق طب ام 44 وزاة الالف قدم دول عديدة الارجل بتبع عديدة الارجل طيب عايز اقارن ما بين الحالة الصلبة والحالة السائلة والحالة الغازية هقارن بينهم الحيس ايه اول حاجة المسافة اللي ما بين الجزائيات المسافة اللي بين الجزائيات في الحالة الصلبة الجزائيات مترصة متماسكة جنب بعضها فاذا المسافة دي اقل ما يمكن طب وفي الحالة السائلة بعيدة شوية يبقى بقول مسافة متوسطة طب في الحالة الغازية الحالة الغازية بتنتشر في كل الاماكن يبقى المسافة دي ملع كبيرة جدا يبقى انا كده قرنتي ما بين المسافة في الحالة الصلبة بتبقى اقل ما يمكن اصغر حاجة ممكنة لانها متماسكة مادة متماسكة مترصة جنب بعضها في السائل يكون هناك مسافة ولكن مسافة صغيرة متوسطة ما قدرش يقول عليها صغيرة عاوي ولا كبيرة طب في الغازية بتبقى المسافة كبيرة عاوي يبقى انا كده قرنتي من حيث المسافة طب من حيث قوة التباسك بقى ليه قوة التجاذب طبعا في الحالة الصلبة بما ان المادة الصلبة متماسكة فقوة التجاذب اكبر ما يمكن كبيرة جدا بدليل ان الجزئات مترصة جنب بعضها طب وفي السائلة برضو متوسطة قوة التماسك متوسطة طف الغازية قوة التماسك ضعيفة جدا تكاد تكون منعدمة تقريبا مش موجودة ما فيش قوة تماسك بدليل ان الغاز ينتشر في كل ارجاء الغرفة او في المكان كله يبقى المقارنة بتاعتنا بقارن ما بين الحالة الصلبة والسائلة والغازية من حيث المسافة بين الجزئات في الصلبة اقل ما يمكن السائل متوسطة الغازية اكبر ما يمكن قوة تماسك اكبر ما يمكن في الصلب متوسطة في السائل اقل ما يمكن في الحالة الغازية تمام سؤال من الاسئلة المهمة جدا جدا عندنا وهو وضح بالرسم مع كتابة البيانات تركيب العمود البسيط تاني وضح بالرسم مع كتابة البيانات تركيب العمود البسيط نبص لشكل العمود البسيط ادي شكل العمود البسيط اللي عندنا شكل العمود البسيط زي ما احنا شايفين هو عبارة عن يتركب من اناء زجاجي الاناء الزجاجي ده بحط فيه قطبين من معدنين مختلفين بين قطبين مختلفين احدهما بيكون نحاس والاخر يكون خرصين اناء زجاجي بحط فيه قطبين بوصل ما بين القطبين وبعد يبقى اذا تركيب العمود البسيط مرة تانية كتركيب اناء من النحاس اناء زجاجي ثم لحين من معدنين مختلفين نحاس وخرصين بوصل بينهم عن طريق سلك توصيل تمام طب بحط ايه في الحوت بحط حمض الكابريتيك المخفف حمض الكابريتيك المخفف ده كده اسمه العمود البسيط طب ايه تحولات الطاقة اللي موجودة بقى لانه قال لي موضحا دور تحولات الطاقة حمض الكابريتيك مادة كيميائية والنحاس والخرصين عناصر كيميائية بيحصل بينهم تفاعلات كيميائية نتيجة التفاعلات الكيميائية يتولى الطيار كهربي تاني نبص بعد شكل العمود البسيط مرة تانية شكل العمود البسيط ده ما احنا شايفين ادي عندنا لوح النحاس واده لوح الخرصين واده التوصيل بينهم ثم حمض الكابريتيك الذي يعمل العمود ده بيعمل على توصيل الطاقة الكيميائية الى طاقة كهربية بعد كده عندنا تحولات الطاقة في البندول طبعا احنا عارفين ان هي بتبقى عبارة عن تحولات ما بين طاقة الوضع وطاقة الحركة بتبقى طاقة الوضع كبيرة جدا عند مناطق السكون عند المناطق اقصى مسافة بعيدة عن موضع السكون بينما طاقة الحركة بتبقى كبيرة جدا يبقى راجعنا النهاردة اسئلة سواء العلم او المصطلح العلمي او المقارنة ان شاء الله وشوفنا ايه الاسئلة اللي موجودة عندنا وشوفنا ايه المسائل اللي موجودة عندنا كده نبقى خلصنا المراجعة بتاعة قلع اعدادي ربنا اوفقكم ان شاء الله نراجع ونكمل الحلقة اللي جاية وعلما هنبدأ دلوقتي كمان بعد الفاصل هنبدأ نراجع مراجعة برضو نهائية للصف الثاني الاعدادي اشتركوا في القناة